ازايكو حبيبي عاملين ايه وحشتوني جدا ما بحبش دايما اني ازاعلكو وحب نزلكو الحلقات زايما انتو عايزين رغم وجود بعض التغيرات في الحلقات وكمان في حاجات ممكن ما تحصلش خلونا نشوف ايه اللي ممكن يحصل في الحلقة دي في البداية اشتاقت لكم كل شي اخوية روايدة بتاهي رسالة من كمال بيقولها اخرجلي برا بتخرج و بتقول انت عايز ايه تاني ابحث عني وعن حياتي وهو مصمم يعرف اذا كانت فعلا هي حامل ولا لا ولا بتجذب عليه اذا كانت لسه بتحبه ولا لا بينما بيروح سهيل على البيت بتاع هدنان علشان ياخد بعض الهدوم اللي سعاد ناسة تحطها له بعد تم طبعا طرده سمر بتقبله بتقوله انت اللي جابك هنا ولا يعني بتتمحك فيهم علشان يرجعوك لكن رده قلل انه هو جاه هنا علشان ياخد بعض الاغراض وماشي وبيقولها كمان ان هي جمال مش هيستبنى معها كتير وان جمال لسه بيحب فريدها وامرت الخناء اللي تخانقها مع خطيف فريدة طبعا هي بتصدم ومش بتبقى عارفة حاجة عن الخناء بس كل اللي قالها لجاه جمال انه هو تخانق خناء عادية مادية حبتيجي بتقابل سهيل بتقولين عايزة تكلم معك في موضوع مهم تعال معايا اما بالقيس بتشوف مكالمة من واحدة من جارتها يعني تعبانة شوية في المستشفى وتعمل عملية كانت بتتكلم مع سعاد في يعني الحفلة اللي عاملها بنسبة عيد الام ومبسوطين بالهدايا اللي رويدة ويوسام قدموها لهم بينما سهيل بتعمل مصيبة من مصاحبها برضو في موضوع الفلوس وامها بتتخانق معها ولما بالقيس بتقوم بتكلمها سعاد و بتقولها انا عارف علاقتك انت وسهيل وحتجري حدى نفسك مشاكل كتيرة جدا وكمان سهيل انطرد من بيت عدنان خذي بالك انت في مشكلة كبيرة وطبعا كانت خايفة لا تروح وتقول لأمها مديحة اهدى مع سهيل بتشكره على الهدية لقدمها لها قال لدي هدية بسيطة بمناسبة يعني عيد الام طبعا مش زي هدية جمال قلت له اي حاجة منك كويسة انا بس كنت عايزة تكلم معك انك ترجع البيت وما سيبناش يا ابني لازم تفضل معانا اعتزل لعدنان وقل له انك انت غلطان وعايز ترجع سمر بتتكلم مع جمال وبتسأل عن الخناء اللي حصلت المبارح وقالت مش هواها يعني وشو بيرد ويقول خلينا نسكر عن الموضوع ده ونقفل عليه خالص هين بتتكلم مع كمال وتقول له كنت فيه كنت فيه من الصبح بدري وبتزعق معاه وساعتها بيقول لها ملكش دعوة سيبيني دلوقتي انا مش فايق خالص وبتفتش في جيوبه دايما سعاد بتزور فريدة واخدالها بعض الياكلات بتكلمها في موضوع جوازها هي وخطبها رادت وقالت ان شكل كده نصبها انها تتجوز الراجل ده مش عادفة طبعا ان هي تقول له ان هي مش عايزة لان الراجل بتاعه ويقى مفروض اللي زي اخوه موجود في المستشفى هي طبعا مش عايزة تروح وتقول له خبر زي ده وان هي عايزة تسيبه ويتنكد عليه خاصة ان هو في ظروف صعبة سعاد قررت لها يعني تتجوزيه عالش الخاطر كده ما ينفعش انت بتحب جمال وانت قلتلي قررت لها في حاجات كتير وقفة منك من جمال قررت لها اصدق سمر قررت لها لأمس سمر بس سليم انت ناسيا موضوع سليم هو رحد دلوقتي مصدق ان انا خنته ومصدق ان انا ممكن اكون عملت كده علشان كده مش هينفع ان انا اسيب خاطي بدأ بدا اما بعد كده في الرواية ده بتزور وسام في المكان بتاع شغله بتجيب له اكل لكن هو بيتدايق جدا ويقول لها ما تجيش هنا تاني ويا ريت تبطل تزوريني بالاكل كل يوم والتاني طبعا بيتكون متدايق لانه شاكك في موضوع كمال دايما بيبص عليها ودايما بيشوفها وكمان بيروحوا بيتكلم معاها كل ده وسام شايفه وساكت وملاقي بعد كده مضيحة بتتكلم مع سوهيل ان هو يروح ويعتزل لعدنان ويسيب البنت دي في يوم الايام اكيد حينساها ويرجع لعيالته لكن هو اعتزر وقد ان هو بيحب سوهير ومش هيسبها بيجي اتصل من سوهير بعد ما عرفت طبعا اللي حصل وبتكلمه فقال لها حاضر انا جاي عشان خاطر قبلك عدنان ما يدخل البيت طبعا دلوقتي فاضي فبدأ ان هو يهتم بالجنينة يشتري بعض الاكلات يعني فاضي مش لقي حاجة يعملها في البيت بيسأل عن مديحة وسامر طبعا عايزة توقع الدنيا فبتقوله ان هي فوق مع سوهيل بيتكلم مع بعض فبيبقى مدهيق وبيروح بسرعة علشان يزعع ساعتها مديحة كانت بتحاول تقنع سوهيل ان هو يرجع لالبيت ويسيب البنت لسمها سوهير بينها بعد كده برقز بتتكلم مع بنتها وبتقولها ان هي رايحة تزور الست التعبانة في المستشفى وبييجا عدنان وبتخارق مع سوهيل وبقوله اللي جابك هنا وكمان بيزع في مديحة وبقولها انتي اللي خلاجت التكلم معاه قالت ان هي كانت بتحاول تقنع ان هو يسيب البنت لسمها سوهير سامر بتتصل بهند وبدروح علشان تشوفها بتقول ان جمال فيه ظروف صعبة جدا ودائما مدايق وزهقان ياريتني بنخرج مع بعضه من غير جاو هند كمان كانت مدايق جدا وطبعا كامل معاملته لها مش كويسة كامل بيستازل علشان يروح الشغل لكن سامر بتسأله بتقوله ايه موضوع الخناءة دي اللي كان فيها جمال وكان جاي متخرشي ومؤاد ان هو كان في المخفر وجه رده قال عادي كانت خناءة عادية مش حاجة بعد ما بيبشي هند بتقوله على فكرة ما كانتش خناءة عادية انا شفت كامل بيكلم جمال في التليفون وجابه سيرت اسم حاطف فريدة يعني فريدة ورى الموضوع الله هو اعلم بقى فسامر بتتاين سعاد بتشوف سهيل في بيت عدن بتكون مبسوطا ورجع قال لان هو مرجعش ولا حاجة قالت له طب واحتعمل ايه في موضوع سهير قال لان هو بيحبها ومش هيسبها قالت لي ابني وقعدكم بتتسألة بيها قال لأ طبعا انا مش بتتسألة بيها انا بحب سهير فعلا صدقيني اما حاجة بتقوليش لاما حاجة لحد مخطوبها ومن لهي بعد كده جمال بيروح على الشركة بيسأل عن سامر بيسأل فريدة يعني فاني ده قالت ولا مالي معرفش انت مش قاعدين في بيت واحد برضو رده قال في ايه احنا قاعدين في بيت واحد لكن ما منقلش خصوصياتنا في الشغل وعلى فكرة يعني بقيت يبترمي كلام كتير احنا مزاي كنتو خطيبك كلتو دلوقت قاعدين بتتكلموا هنا في الشغل طبعا بيهزقها وبيمشي وكان بتنرفس جدا كمان بيروح لروايدة البيت وبتكلم معها ويبتقوله انت عايز ايه بالزبط وبتخافه سامي يجي ويطب عليهم بينما سهيل بيروح لشان يتكلم مع سهيل بتقوله عم تعمل ايه في الموضوع ده قال لها عادي قالت له انت يعني وقايت في شاكل كتيب سببي خلينا نفض الموضوع ده ونقول الحقيقة وخلص رده قال لا زي ما انت هتستفدي من الموضوع انا كمان هستفد وحنتقل من عالة عدنان وحارف الرد كرمتي خلينا نكامل في الموضوع ده جمال بيتكلم مع سهيل بيقوله يلا بينا على الشركة علشان عندنا شغل رده قال لي ابو اقتراضني قال له انا مدير هنا وانت ليك زينا في الشركة تعالى عشان تشتغل وسام بييجي متعصد من برة لان شاكلك يكون كمال في الموضوع ويكون بيتردد على روايدة في البيت وكمان شاف قبل كده رسيل من كمال للروايدة وبيكون مخنوق جدا من الوضع ده وغطيب فريدة بيروح علشان يزور الرجل بتاعه في المستشفى وبيدي لهدية وبيقوله الهدية دي تديها الفريدة كأننا يعني بمناسبة الجوائز قال له انا حفظ القاعد هنا كتير قال له ايوه هتعود هنا كتير شوية كده هيعمل لك بعض التحاليل علشان خطري أنا يعني على اساس انك انت مريد يعني مرض خطير علشان فريدة تدخل على الموضوع بينها بعد كده كمال بيتكلم مع روايدة في التليفون ويسام بيحاول يتصل بالروايدة بيلاقيها مشغولة بيشكه اكتر فريدة بتدخل تتكلم مع جمال وبتقوله ان هي عرفة موضوع سهيل وكمان بتقوله سيبوه يحب زي ما هو عايز انتو ليه عايزين تحجره كده على الناس مش كفاية كمال حجرته على حبه الناس كلها مش زيك فاكر فاكر لما قطيه يلا نهرب وقلت لأ ياريتني كنت سمعت كلامك شفت زي سهيل متمسك بحبه وكمان كمال كان متمسك بحبه إلا انت من امتى بقت كده من امتى بقت من غير مشاعر قال لها من الليلة المفروض انت وسليم خنطوني فيها من ساعتها وانا مشاعري اختلفت تماما بتسيبه وبتمشيه هي مدايقة طبعا موسان بيروح لروايدة بتكلم معاه في البيت بيقولها مين اللي كان هنا قالت مفيش حد وصمر بتروح لخطيف فريدة وبتقوله انت كنت بتتخنق مع جمال ليه قالت لها مش هتكلم في الموضوع ده قالت لخلص لم الزفتة بقل اسمها فريدة دي ولا تجوزها وبعيده عننا رده قال لم انت جمال لان هو اللي جيت خنق معايا وقال اللي هيخسر هو اللي حزيف فريدة فالمفروض انت اللي تلمي خطيبك مش انا بينما بتحصل بعد كده مواكهة بين جسام وبين روايدة بيقرأ رسالة من كمال لها بيبداي وبيكون مخنوق منها بيتعصب بيزعع وبيقوله ان هو استحمل كتير قالت له يا ريت ما نكملش الجوازة الجوازة دي انت استحملت كتير وانا ظلامتك معايا ومن لاي بعد كده فريدة بتتكلم مع سهيل وبتقوله ان هي وقفة جنبه وحتبقى معاه وبتقوله انت بتنام فين تقدر تنام عندي هناك في البيت عادي احنا اخوات وطبعا جمال كان سامع كل حاجة وسامع قد ايه فريدة بتدعم حب سهيل وانها وقفة جنبه وبيمشي بيسيب المكان بنام يشوف بعد كده مواجهة قوية بين روايدة وكمال لسه وصوتهم كان عالي وبيتكلمه في موضوع كمال وقالت ان هي عمرها ما خانت وسام ولا عمرها عملت حاجة غلط ابدا اما كمال فكان تعبان جدا في البيت وكانت هند قاعدة معاه ومش عارفة تعمله ايه قالت لا اوديت للدكتور قال لها لا بس سامع بيزتصل بجماله وتقوله ان هي عايزاي يجي دلوقتي حالا من الشركة فبيجي على طول وبيلاقس وعد مشغولة مع عدنان في البيت يعني بيحشر نفسه كده في شغل البيت وفي المطبخ وفي الجنينة بعد كده بيروح علشان يشوف سامع وبيلاقيها متعصبه وبتقوله ايه اللي بينك وبين خطيف فريدة بيروح تتخنيت معاه لسه بتفكر في فريدة حالي دلوقتي وانا بالنسبة لك ايه انت عملت كده علشان تثبت انك لسه بتحب فريدة انت ليه عملت فيها كده انت لسه بتحبها الفيديو بيخلص وده كم ملخص لاحداث الحلقوي ربي يكون الفيديو ده الاعجابك واشوفكو على خير في الاسريبات الجديدة لمسلسة الحيرة باي باي